أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تلقيهم تقارير تتحدث عن أتقال المدنيين في عفرين والنهب والسرقة لممتلكاتهم من قبل جيش الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له مشيرا إلى ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في عموم السورية وقال دوجاريك أن التقارير وصلت عن طريق الصليب الأحمر السوري والعربي والأمم المتحدة والإف بي اي وأن منظمة الأمم المتحدة تبدي تخوفها من هذه التقارير وتطالب جميع الأطراف المشاركة في هذه المعارك بالالتزام واحترام قوانين حقوق الإنسان ولكنني أؤكد ثانية بأننا لسنا حاليا وبصورة مباشرة في داخل عفرين على حد قوله وفي حين أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دي لاكتكي لوسائل إعلام أو لوسائل إعلامية أن موقف بلاده كان واضحا منذ البداية وأن قرار إيقاف إطلاق النار في سوريا يشمل عفرين أيضا من جانبه قال نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثين آلن نحن نراقب الأوضاع في عفرين عن كثب ونواصل المطالبة بدهدئة الوضع هناك وحماية المدنيين تركيزنا ينصب على الوضع في الغوطة الشرقية والقرار رقم 2401 لكننا نطالب بتهديئة الأوضاع في عفرين حسب قوله ترجمة نانسي قنقر